على جروحي وجمار غافي ونهب روحي نجم طافي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مضنون كربلا مخاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إلى حسنكم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأيالاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى جعل لنا في العالم سنن وكل شيء في الكون إخواني يمشي على سنة إلهية ويجري على سنة إلهية كل شيء الآن هذا المطر سنة إلهية الحر سنة إلهية البرد سنة إلهية الزواج سنة إلهية الإنجاب سنة إلهية كل شيء في الكون إخواني كل شيء في الكون يجري على سنة شنو؟ إلهية لا مفر منها هذه السنن الإلهية الكثة والكثيرة تنقسم قسمين أتوجهني للمقدمة خاطر أنا أدخل بالآية إن شاء الله هذه السنن الإلهية التي تجري علينا على قسمين القسم الأول السنن الإلهية الإختيارية أنت مختار في العمل بها أو عدم العمل بها زين؟ مثل من السنن الإختيارية؟ مثلاً الزواج الزواج سنة إلهية لماذا سنة إلهية؟ سنة إلهية حتى رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول النكاح سنتي يعني إذا سنة رسول الله يعني سنة من؟ يعني سنة الله النكاح سنتي إذا كان النكاح سنة سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلص فهي سنة الله لكن هذه السنة الإلهية اختيارية له جبرية اختيارية كيف تريد تتزوج تتزوج كيفك هناك ناس ماتت وهم عزاب ما متزوجين ماتوا على حالتهم وأكو ناس لا متزوج الأولى وما يكتفي بالأولى الثانية وما يكتفي بالثانية ثالثة ورابعة صح له لا فإذا الزواج سنة إلهية بس سنة إلهية ماذا اختيارية كيف انا اتزوج ما اتزوج اثني اخلي مفر هذا الزواج بعد الإنجاب التوالد هي سنة إلهية الإنجاب سنة إلهية بس سنة إلهية ماذا اختيارية اكو ناس ميردون أولاد ما يسعد أولاد اكو ناس عند ولد واحد يقول الثاني ما بيعد يوم واحد يرد اثنيا والعشرهم لا يكتفي ويريد اكثر فإذا سنة إلهية بس سنة إلهية ماذا اختيارية بالمقابل أكو سنة إلهية قهرية جبرية هذه السنة الثانية سنة إلهية قهرية جبرية تقبل ما تقبل لا بد أن تجري عليك يعجبك ما يعجبك تجري عليك مئة بالمئة لا محالة لأنها سنة قهرية جبرية لا مناصة منها لا مفر منها مثل من؟ مثلا يطون أمثل المفسرين المفسرون أنا نطيك مثال مثالين مثلا القلب نبض القلب هذا نبض القلب سنة إلهية بس سنة إلهية جبرية له اختيارية جبرية أنت ما تقدر تقبل القلبك والله شو يرتاح لك فهذا عشر دقائق صار لك عشر سنة قاعد يتدق إذا عشر دقائق ارتاح بعض خلاص راح زيان فهذا سنة إلهية بس جبرية أنت مو بيدك تقبلها مثلا والله لا تدق أو مثلا رمش العين هذا الرمش رمش العين زيان هذا سنة إلهية بس سنة إلهية شنو؟ هم جبرية لأن ما بيدك تقول والله أنا اليوم ما ردرموش ما يصير ما تقدر زيان لأن قهران جبران يجري عليك من جملة السنة الإلهية الجبرية القهرية يأي الموت الموت سنة مثل الولادة شون الولادة؟ لأن الموت نوع من النقل ينقلك من عالم إلى عالم هذا شغل الموت الشغل الموت مو فناء مطلق لا فناء عن الدنيا لكن ولادة إلى الآن احنا احنا كنا نعيش قبل لا نجي للدنيا هذه كنا نعيش قبل هذا العالم في عالم يسمى عالم الأرحام صح له له؟ عالم الأمهات هل قد عيشنا بي مولانا؟ ها؟ احشي تسعة تشهر هاي التسعة تشهر اللي احنا ظلنا في بطن أمهاتنا من اللي نقلنا من ذاك العالم إلى عالم الدنيا؟ الولادة ها؟ الولادة الولادة نقلنا من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا كذلك من هذا العالم لكي ننتقل إلى عالم آخر اللي هو أي عالم؟ عالم البرزخ يجب أن يكون حالة حالة نقلة تسمى حالة الموت الموت نقلك من عالم إلى عالم الموت لا يفنيك لا يعدم الوجود إنما يعطيك وجودا خالدا ينطيك وجود أطول أكبر أسمى خلود هذا الموت ينقلك من عالم الدنيا إلى عالم الآخر لكن هذا الموت سنة إلهية مثل الولادة لكن سنة إلهية جبرية قهرية لماذا؟ لماذا جبرية؟ لأنه لا يوجد أحد يحب الموت لا يوجد أحد يحب الموت نحن نجرب هذه التجربة وإنما أنتم بالحسينية الله وكيلك لو أسألكم واحد تحب تموت تحب تموت كلها تقول لا علي من أموت لا أريد أن أموت حتى لو عمره 90 سنة حتى لو عمره 100 سنة لا أريد أن يموت يعني يريد أن يعيش في حياتي الدنيا يقول هذا يعني في اليوم دخلنا في مقبرة صلينا على ميت فأكو شاي بيخاف من الموت وأكو في أمي أم توفى توفى رحمة الله علي وكان واقف في أمي وكان يقول لي شيخنا أنا أخاف من الموت وشون يخلوني بالقبور وشون كذا وكان قلت له الله كريم زين فالشاغل يقل لي عبارة جدا يعني حقيقة تحتاج إلى تأمل المقبرة كبيرة كانت يعني عينكم تشوفوا قبور قال لي شيخنا شوفوا ذولي الميتين الأموات قلت له قال بيهم شباب وبيهم شاي وبيهم مرة وبيهم عريس وبيهم توجاي للدنيا وكل شي بيهم قلت له صحي قال له الله لو أن الله بعثهم رجعهم للحياة أنت أسألهم كلهم ماك واحد في عالم الدنيا أمكمل شغلته كلهم خلي شغله نص ونص ورايح واحد قاعد يبني بيته بعدما أخلص البيته جاء لملك الموت كل ناس أوراه وظل بيته النص ونص واحد يزوج ابنه قاعد يهيئ الزواج لابنه أجاب ملك الموت خداه وراح واحد مثلا قاعد يسوي عمل مثلا يركض وراه عمل وراه دوامر يجلوا حداهم واحد يريد كذا وإذا هاي الناس الموتة كلها ولا واحد منهم أبو سبعين سنة أبو تسعين سنة أبو عشرين سنة أبو عشر سنين كلهم كانوا مشغولين نص الشغل ومشهوا وراحوا وارحموا لنا فإذا الناس الإنسان عنده طموح دائما دائما عنده عنده طموح بالحياة ولهذا الله ما خل الموت اختياري لو على أساس الموت اختياري شعاشوا الأنبياء ويان أو شعاشوا الأوصياء ويان وشعاشوا الناس القدماء ويان اللي كانوا يعيشون في زمان نوح شعر ستشوفهم هنا موجودين بعدهم ولقاء شف لك شبر ما تبقى لك مكان توقف به موت نام به بعد زيان فإذا سنة الحياة هي الموت ولهذا يوم من الأيام أحد الصحاب مر على أحد آخر زيان هذا قال لي كيف أصبحت كيف أصبحت هذا الصحابي سألناك الصحابي قال لي كيف أصبحت قال لي أصبحت أكره الحق أصبحت أكره الحق بعد قال لي وأحب الفتنة آية ثانية بعد قال لي وأشهد بما لا أرى الشيء اللي شايف أهم أشهد عليه ثلاثة الرابعة قال لي نعم قال لي عندي في الأرض ما ليس لله في السماء هس هاي الخامسة وصلي بغيري وضوء هذا غير شخص لكن أنظيفها وصلي بغيري وضوء قال لي يا حذيفة أنت محسوب حذيفة بن اليمان شان هذا حذيفة بن اليمان من خيرة الصحابة من العلماء فذاك قال لي يا حذيفة أنت محسوب على صحابة رسول الله ليش أنت تشهد بما لا ترى وليش أنت مثلا كذا يشاهد زور وعندك في الأرض الله ما عندها مثلا هاي الأمور ليش قال لي بعدها هذا تأذى تألم هذا الصحابة فحذيفة راح الطريقة وذاك الصحابة راح الطريقة بس متحير متألم فمر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال لي ما شاف هذا الصحابة متأذى فسأله أبو الحسن قال لي ما لي أراك متحيرا يا فلان ليش قال لي حيرني أمره حذيفة قال لي قل لحذيفة خلص يعني هاي فتنة يحب أموالة وأولادة قال لحسنت سيدي أبي الحسن الثانية قال لي شنو الثانية قال الثانية يشهد بما لا يراه يشهد بما لا يرى وهي شهادة زور قال له وأنت كذلك والناس كلا تشهد بما لا ترى قال له كيف قال له الجنة والنار وجود قال له أي وجود قال له أرأيت الجنة وأنا تشعيفها قال له أنا لا شعيفها قال له فكيف تشهد بما لا ترى كما أنك تشهد بما لا ترى ذاكم يشهد بما لا يرى قال له حسن سيدي آب الحسن عجيب هذا أمير المؤمنين عجيب أخواني هذا هذا الطود العظيم الجبل الشامخ باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحر العلم عجيب عليه ابن نبي طالب سلام الله عليه قال له آيه اثنين الثالثة قال له الثالثة عندي في الأرض ما ليس لله في السماء قال له وأنا وأنت كذلك قال له شنو؟ قال له الشريك الشريك أنا وياك عندنا زوجة شريكة عمر عندي شريك بالعمل عندي شريك فيه بس الله لا شريكة له من تصلي صلاة الميت من تصلي صلاة الميت شو صلي أول تكبير ها؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير عازيا قال له الله ما لأ شريك بس إحنا البشر شنو عدنا؟ عدنا شركاء قال له حسنت عايش قصرا ثلاثة الرابعة قال له الرابعة يقول مولان العزيز نعم نعم أصلي بغيري وضوء ومنه قال لك ذكرني ما تذكرني صورتك زين هذا غماني كاميوتر مولا أنا أحفظ كل شيء قال له أصلي من دوني وضوء من غير وضوء قال له بلى وأنا وأنت كذلك قال له وهي قال اللهم صلي على محمد وآلي محمد وكذلك عندنا ماذا عندنا صلاة الميت لا تحتاج إلى وضوء يستحب فيها زين بعد الخامسة والأخيرة الخامسة والأخيرة قال له بالنسبة إلى ماذا كان؟ ما شاء الله أكره الحق زين قال له أكره الحق قال له وأنا وأنت وكل إنسان قال له ما هو قال له أوليس الموت حق قال له بلى الموت حق قال له أتحب أن تموت قال له أنا لا ما أريد أن يموت قال له إذن الموت حق وأنت تكره الموت ولهذا أنت تلقن الميت في آخر تلقين إلى شو تقولille تقول لي أسمع وأفهم يا فلان ابن فلان أن الله سبحانه وتعالى نعم الرب وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرسول وأن علي والأئمة من ولده نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن علي والأئمة من ولده حق وأن الموت حق وأن القبر حق وأن الحساب حق وأن سؤال منكر ونكير في القبر حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور قال له هذا شيء طبيعي فالشاغد مولاي الذي أريد أن يقوله أنه الموت حق وماك واحد يحب الموت ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه السنة الإلهية سنة إلهية جبرية لأخيارية جبرية جبران تقبل لو ما تقبل إذا وصل الموعد وصل الوقت خلاص شد الرحال خير مخير شبير زغير شباب شايب رجل امرأة ماكو فرغ مولانا خلاص وإذا رأيت جنازة محمولة فاعلم بأنك بعدها محموله احنا ما حبنا نحكي عن الموت بس احنا كله لازم شوية ترغيب وشوية هم ترهيب لأن القرآن هم بي ترغيب وهم بي ترهيب بس هي مو غضية ترهيب إنما غضية معلومة أنه واحد يستعد للعالم الجاي الشاغد مولانا العزيز نرجع حسنا نفصل الآية حسنا نرجع للآية الكريمة ونفصل عن طريق الآية الكريمة إن شاء الله الآية اشقالت الآية في سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان هذه كل من عليها هاي الهاء يرجع المن ها؟ كل من على ماذا؟ زين؟ احنا الآراء تقول كل من عليها أي كل من على الأرض الهاء اتفاق العلماء والمفسرين على أنها كل من على الأرض فهو شنو؟ فان كل من عليها فان فان هنا مو الفناء المطلق هنا الفناء مو مطلق فناء الدنيا والنقلة من الدنيا إلى دار الخلود وهي الآخرة الأدار وراء عالم البرزخ من بعد عالم البرزخ مكوعة وعالم عالم الآخرة يعيش بها الإنسان فإذن الموت مو انعدام الموت نوع من الولادة ورحمة الله الرحمن تغيير حالة من حالة إلى حالة ويختلف الموت من شخص إلى شخص واحد تشوفه يتأذى يتألم واحد مثلكم أنتم المؤمنين لا ما يتألم الإمام السجاد عليه السلام قال له له سيدي نخاف من الموت صف لنا الموت شلونا الموت اشقلهم الإمام شوفوا الكلام اشقد راقي قال له الموت كنزع ثياب وسيخة الموت للمؤمن كنزع ثياب وسيخة أنت هاي الثوب اللي أذيك ويقلمك شايت نزع ترتاح واضح حبيبي هذا للإنسان المؤمن لكن للإنسان الكافر نعم شديد واضح مرانا نعم مؤلم نعم لكن المتعلق بالدنيا هذا واحد رادي يموت في زمان أحد العلماء فوصل له قاعد يحتضر تدري يحضر عند عالم يلقن الشهادتين مثلا قل لا إله إلا الله والرواية عن رسول الله تقول من قال لا إله إلا الله عند الموت كلش قاعد يحتضر يعني قاعد يجال يعني قاعد يجال يعني رادي يموت هو ما حد يقول ذاك من ذاك إلا بس المؤمنين مثلكم يقولون صعبه لين ينعقد اللسان يتلجلج اللسان الإنسان فهذا الشيخ وصل وصل عند هذا المحتضر فسأله زين أو المحتضر قال له قل لا إله إلا الله ما حجه قال له قل لا إله إلا الله أخذ ينظر إلى زاوية من البيت قال له قل لا إله إلا الله هما قال قال له ويحك ولك راح تموت ستموت قل لا إله إلا الله رايح نفسك ما قال عين وين على الزاوية من البيت ما يحرك إلى أن مات مات راح ماتوا ما قال لا اله الا الله على العمو قاموا بالواجه مجهزوا دفنوا زين رجع الشيخ قلهم شون هذه الزاوية من البيت شبيهة قلهم لماذا الشيخ منها قلهم هذا الصاحب البيت ينظر الى هذه الزاوية قلهم احنا ما ندري زين كشفوا الحصير انا ذاك حفروا نبشوا قبل ما كان بنوك بنك وكذا فهذا كل ما يحصل وين يخلي يخلي فيه هنا وين يدفنه يدفنه بها الزاوية هنا يدفنه وكل فلوسه وامواله كله هنا هذا قاعد الموت يقصر بي وملك الموت يجر بي وعين وين على المال واضح مرة على المال يعني ما رضي يقول لا اله الا الله شغلته امواله عن الله تعالى وعزلته عن الله تعالى ها وعزلته عن الموت براحة فاذا ولهذا شي تقول الرواية يقول لما اجت هذه الآية ابن عباس ينقل يقول لما نزلت الآية كل من عليها فان قالت الملائكة مات أهل الأرض لأن كل من عليها يعني على الأرض يقول لما نزلت الآية كل من عليها فان الملائكة ارتاحت قالوا مات أهل الأرض ثم نزلت آية ثانية كل نفس ذائقة الموت اش قالوا قالوا ومتنا كذلك اول ذي تلعية نزلت قالوا مات أهل الأرض بس نزلت وكل نفس ذائقة الموت شافوا حتى الملائكة هم هم تموت هم ولا أنا زين خلي نكمل قال كل من عليها فان هاي من عليها فان الخطاب المن للعقلاء لأن كل من كل من هاي من تطلق المن للعاقل زين ما تطلق عامة للعاقل ولغير العاقل الآية ما قالت كل ما عليها اش قال كل من عليها يعني بس للعقلاء العقلاء ياهم يعني يعني البشر والجن اللي مكلفين ها ما خلقتوا الجن والإنس إلا ليعبدون ليش الله خاطب بس هؤلو لي يعني الحيوان ما يموت اخواني الحيوانات يا ما تموت كلها تموت nier Everych Allah قال كل من من ما قال كل ما وهذا السؤال شو صار ما قال كل ما عليها قال كل من عليها قال كل من عليها قال كل من عليها لأن أولا الخطاب المن للعاقل الخطاب قاعد يخاطب منه وهو ما يخاطب الحيوان يخاطب من يخاطب العقلاء البشر المكلفين imaging يخاطبهم الله سبحانه وتعالى هذول اللي يتأثرون بالخطاب ولا إذا كان حيوانات ما تتأثر هذا حبيبي بعدين الإنسان يمكن أن يكون له غفله يمكن أن يغفل عن الله سبحانه وتعالى بكثرة النعم اللي يشير عنده الله ينطي سيارة سيارتين ثلاث الله أنعم عليه زين ينطي بيت بيتين ينطي أولاد ينطي زوجة ينطي خير ينطي 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 أكل بعض شي سوهم يطغى والعياذ بالله يطغى يغفل عن ذكر الله تعالى فالله يريد أن نبهه يقول له تريد يوم من الأيام حتى أنت عندك شنون ولانا لازم أن ترحل ولهذا شو تقول كل من عليها فانبعد يأوي يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلالي زين الله عنده وجهه يا إخواني شال ليش قال وجه ربك أخواني تعرفوني الوجه شنو الوجه مقدمة الرأس يسمى وجه زين أوليش من دون هاي الأعضاء ما قال مثلا وتبقى يد ربك ما قال وتبقى رجل ربك لأن كثير من الآيات تعبر لله بمن بلية صحيح له مثلا آية شو تقول يد الله هذه تحتاج دقة هذه الآية خفيفة بس هاي الثانية شوية بها لف ودوران أنا مترهي عليك ترى لأن أدري بك منتبه لي فاسمعني مولا يا حبيبي هذه في آية من القرآن يقول مثلا يخاطب الله شو يقول يقول يد الله فوق أيديهم في آية ثانية يقول له بيدك الخير يعبر لله شنو عنده عنده إيد وضع مولانا أصلا عندنا آية في القرآن في سورة الفجر تعبر لله بالمجيء والذهاب شو يقول يقول وَجَاءَ رَبُّكَ يعني راح تدري وَجَاءَ رَبُّكَ يعني شنو مولانا يعني هاي المشكلة عند بعضهم هاي تشي يعتغل وَجَاءَ رَبُّكَ الآن أنت قاعد بالحسينية أنت أجيت للحسينية إذا هنا أنت المكان المملوء منك إذن في بيتك مكانك شنو خالي هذا الإنسان اللي يجي ويروح اللي عنده قوة الحركة شنو أنا أشرحها لك وكل شي بس عيوني توجه لي أترجاك خاب تأخذ خطأ مني ونطق لي تنكو وتقول الشيء قال يجي لا حقيقة لأنه البحث شوية بيلفه مولانا الآن أنت متواجد في مكان شوف أجيت لها هذه الحسينية ببيتك أنت ما موجود خلاص خالي ذاك المكان منك ليش لأن أنت لك القدرة قدرة المجيء والذهاب والأيام زيان أنت تقدر الحركة هذا اللي عنده حركة المجيء روحة وجاية فيخلو منه مكان ويمتلع منه مكان واضح لكن أكواحد لا ما عنده قوة المجيء إنما هو مهيمن على كل شيء وفي كل مكان واضح شراء مولاي في كل مكان الله سبحانه وتعالى في كل مكان أينما تولي شنو فثم وجون الله في كل مكان الله هنا موجود لما موجود أبيتك موجود أبي إيران أبي العراق وينك بالمريخ الله موجود لما موجود إذن الله كل مكان موجود إذا الله كل مكان موجود ما يصير ننسب له كلمة المجيء ما نقدر نقول الله يجيه إذا قلنا له الله يجيه يعني شونا مولانا يعني خلا مكان منه مكان لكن هذا تعبير ماذا تعبير مجازي هذا تعبير مجازي مو تعبير حقيقي ولهذا قال قال وجاء ربك والملك صفا الجماعة شا يقولون يقولون نعم الله يروح ويجي قال في يوم القيامة يكون الله كهيئة القمر فينزل مع ملائكته إلى أهل المحشر ينزل مثل القمر وينزل فكل أهل المحشر يشوفون الله يروه مثل القمر بالشكل القمر لا احنا ما عدنا هذا حاجة هذا قضية عملية مجازية فإذا احنا لما ترجع للآية الكريمة يقول ويبقى وجهه ليش قال وجه ما قال بقية العضاء ما قال إيد ما قال رجل لا لا ليش وجه لأن مولانا أهم قسم بالجسد شنو الوجه وجمال الإنسان جمال الإنسان كله إذا كل جمالك نص تخليه للجسد النص وين يصير بالوجه مو نص إنما أكثر من النص جمال الإنسان بوجهه زيان وأهم ما في الإنسان شنو الوجه وكذلك تعرف الإنسان عن وجهه تعرف الإنسان من وجهه شوف هس أنا أطيك إيدي توجه لعيوني أطيك إيدي هايش بس ما شوف وجه بس إيدي التمنية التدريبية أنا حزنان فرحان أتساك أبتشي عصبي أه إذا إيدي عندك تعرفها؟ ما تعرفها؟ أشلون تعرف الإنسان؟ حالات الإنسان كيف تعرف؟ تعرف من؟ وجه أنت تعاين على واحد تقل لي أنا هاليوم أشوفك متأذي كل الحالات حالات الإنسان من الغضب الضحف الحزن كل شيء كل شيء مولانا وين يبين يبين بالوجه فأهم عند الإنسان ما هو الوجه ولئذا من باب المجاز عبر هذه الكلمة إيش قال ويبقى وجه ربك ربك ذو الجلال وال إكرام هذا الوجه شنه ويبقى وجه ربك الرأي الأول قال ويبقى وجه ربك الوجه أي صفات الله يعني وتبقى صفات الله كل إنسان اللي عنده صفات يفنى لكن الله وصفات الله شنه تبقى صفات الله شنه مولانا الصفات مثلا من الصفات الثبوتية والسلبية زين هذه جارية عند الله حتى الصفات الفعلية مثلا الخالقية هذا يسمونها الصفة الفعلية يعني بها فعل الخالقية باقية لله الرازقية باقية لله الإحياء باقية لله الإماتة باقية لله الأفعال باقية الصفات العلم الله عالم القدرة الله قوي قادر زين هذه الصفات كلها الحي الله حي القيوم الله قيوم هذه الصفات ويبقى وجه ربك أي تبقى صفات الله لا تفنى كل شيء يفنى إلا صفاته ويبقى وجه ربك يعني شنه مولانا يبقى تبقى صفات الله هذا رأي الرأي الثاني قالوا لا الرأي الثاني اللي هو الرأي تقريبا على الأكثر زين أنا ما أيد رأي أنا ما أيد أنا مو شغلتي ترى أيد أرى واحد يتصل عليه أو وحده أو مثلا شخص أو كذا في كل مكان يقل لي شيغنة أنت مثلا ذكرت هذا الرأي زين أنا ذكرته بس مو معناه أنا وأنا أيده أنا رجال ناقم ناقل صح أتعب وحضر وحفوظ وكذا لكن أنا ما أيد رأي هاي آراء العلماء هاي العلماء هاي تقولون هاي العلماء هاي تقولون واضح مو رأي مو معناه أنا وأنا أيد زين لا إنما نحن نعطي الآراء زين ونعطي أدلة العلماء في ذلك الرأي الثاني ويبقى وجه ربك قال لا الوجه هو الذات الإلهية المقدسة أن الله سبحانه وتعالى يبقى ذاته فالله سرمديا أبدي سرمدي أبدي تعرف السرمد والأبد شنو؟ السرمد والأبد السرمدي يعني كان قبل أن يكون شيء أبدي يكون بعدما يفنى كل شيء واضح مو رأينا فالله هم سرمدي وأم أبدي واضح مو الله إيش من صار؟ فهذا معنى ويبقى وجه ربك أن يبقى ذات الله تعالى بس الله يضر كلها تموت زين؟ شام رأي سار؟ رأيين الرأي الثالث جدا جميل الرأي الثالث من الأئيمة المعصومين سلام الله عليهم شي يقول يقول ويبقى وجه ربك أن يبقى دين ربك هنا الوجه بمعنى ماذا؟ بمعنى الدين يعني كل الأديان تفنى كل الأديان شنو؟ تفنى ويبقى وجه ربك يعني ويبقى دين ربك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ونحن العالم إذن نور الله ووجه الله اللي هو دين الله لا يفنى كل الأديان تفنى هذا الدين يبقى هذا مرأي شام مرأي سار؟ ثلاث الرأي الرابع والأخير إن شاء الله الرأي الرابع قالوا لا ويبقى وجه ربك أي الأعمال التي توصلك إلى ربك الأعمال التي توصلك إلى الله سيسمونها وجه الله ياغن الأعمال الصالحة إذن كل أعمال إذن كل أعمالك تفنى بس الأعمال الصالحة لا تفنى تبقى الله سبحانه وتعالى يزيدك ويجازيك في ذلك واضح مرأينا زين ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الجلال والإكرام الصفات الجلالية والصفات المرأينا الإكرامية بالأحرى أن نقول شنو الجلالية؟ الجلالية يعني جل الله عنها يعني الله يجل مثلا conflicting تحكي لك إحشائي مثلا تقول أجل السامع أجل الحضور يعني تكرمون يعني واضح مرأينا فهذا أجل السامع ذو الجلال أي الجلال يعني الصفات التي جل الله عنها بعيدة عن الله مرثوب الله مثل العجز بعيد عن الله الفقر جل الله عن الفقر جل الله عن العجز جل الله عن مثلا الصغر جل الله عن هذه الأمور كل ما فيه منقص ونقصان وما لا يليق بذات الله وجلاله نجل الله عنها فيقولوا للتسبيح سبحان الله الإكرام نسبة الصفات لله ما يليق لله ننسبه إلى الله وهو الحمد الحمد لله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم هذا التسبيح ماذا؟ التسبيح الصفات الجلالية جل الله عنها لكن بالمقابل التكريم شنو مولانا؟ التكريم أي إعطاء ما يليق بالله وهو الحمد مثل الله قادر الله عالم الله حي الله قيوم الله رحمن الله رحيم الله رؤوف الله ودود هاي الصفات اللي تنسب إلى الله تعالى زين هاي بيها ربط بيها للبيت لو ما بيها ربط بيها للبيت الآية اي بيها ربط بيها للبيت أنا جايب لك رواية زين جايب لك رواية نعم عن الإمام الرضا عليه السلام من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام الرواية الموجودة في كتاب عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام زين أبو صلت يسأل الإمام السؤال جدا جميل أخواني وهو جدا الجواب أجمل أسمع شنو ربط الآية بآله اللي بيه سلام الله عليهم يقول أبو صلت سألت الإمام الرضا قلت له يا ابن رسول الله ما معنى الخبر الذي رووه يقول أنا سمعت خبر راوينا شنو أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله عندنا من قال لا إله إلا الله نظر إلى وجه الله قال شلون يعني واحد يعين على وجه الله شلون يعني اللي يقول لا إله إلا الله يعين على الله الله ما عنده وجه توشرحناها بعد زين وجه الله مو هذا الوجه لا طينا العدلة في ذلك اشقال للإمام سلام الله عليه شوفوا الجواب أروع الجواب أروع من السؤال قال لي يا أبا صلت عجيبة والله قال لي يا أبا صلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر اللي يصف الله أن الله عنده وجه مثل هذه الوجوه شنو هذا أنتم تذكرون تفسير الآية هنا فسرتها الله نور السماوات والأرض قلت لك الله نور وهذا نور والشمسا بها نور هل نور الله كهذا النور؟ هذا النور محدود شوف ينور لك مساحة معينة بعد أكثر منها ما يقدر وهذا النور محدود يأتي يوم من الأيام شي يصير يطفى وأضعوا لنا الله نور وهذا نور هل هناك فرق بين هذا النور وهذا النور؟ طيب فرق شاسع بين هذا النور وذاك النور نور الله شيء وهذا العنوار هذه فإذا نوره الله مدبر النور الله خالق النور الله منور النور الله نور النور الله كلها هاي الله إذا نور الله غيرها الله نور صح بس هذا ممثل هذا العنوار إذن الله يقول ويبقى وجه ربك لا وجه الله مو كبقية الوجوه مو هذا الوجه اللي نحن قاعد نشوفه الآن وجوه البشر شي يقول الإمام سلامه الله أنا نكمل الرواية قال لي يا أبا صلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر قال السيدي إذن شنو وجه الله حاضري لو مو حاضر نقول لك شنو وجه الإمام رضي يقول طبعا شرحنا بسايا الرواية حلوة شنو وجه الله قال ولكن وجه الله أنبياءه وحججه ومحمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وجه الله يا أهو إذا أردت أن تصل إلى الله فلابد أن تصل شي تقول إنت تقول نحن الوجه الإمام السجاد نحن الوجه الذي يؤتى اللهم منك إذا تريد تأتي إلى الله لابد أن تأتي إلى الله من جهته يا وجيها عند الله أنت شلون تقدر تصل إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق خط واحد نور واحد هذا النور هو الذي يوصلك مولانا أنا سأل لك سؤال الظلمات عندنا وعدنا النور في القرآن صح؟ الظلمات والنور أتحدى كالآن أنا وأتحدى اللي يسمعوني بالكاميرا إذا طلعت لي كلمة النور في القرآن جمع أكو؟ أطيني آية عندنا آية في القرآن كلمة النور صارت أنوار ما عندنا هو؟ ما عندنا زين نجي إلى كلمة الظلمات دائماً في القرآن جمع ظلمات دائماً إذا أجد كلمة النور والظلمات الله ما يقول الظلمة والنور لا ظلمات نور جمع ما تحكونها اليوم أنتم هي ما تحكون زين هي لأن شوفوني ما أحكي وكذا وقاعد أحكي يعني مترهي وياكم فأنتم أحكوا إياه خاطر أعرف أنهم متوجهين منايمن هي صلوا على محمد وآله محمد الله وصلا على محمد وآله محمد الآن الظلمات دائماً جمع لما تقارن بالنور النور واحد والظلمات جمع ليش لأن الظلمات سبل الشيطان والنور سبيل إلى الله تعالى السبيل إلى الشيطان متعدد كثير جداً كثير اللي يريد الشيطان يقدر من كل طريق يطلب على الشيطان لكن اللي يريد الله طريق واحد نور واحد ماكو غيره لا تدور لا تتعب لا تتعب ولهذا 73 فرقة 73 فرقة كيلها لا تدلك إلى الله إلا فرقة خلاص نور هو واحد هو نور واحد لا تدور لا تتعب ولا تدوق نفسك مولانا نور واحد كون تتبع هذا النور توصل لله إذا رحت من غير هذا النور وتحسب أنه توصل لله فأنت على خطأ زين هذا النور الذي يوجهك إلى وجه الله هذا النور ياهو النور الواحد هو السبيل الواحد السبيل الواحد هو السراط الواحد هو السراط المستقيم السراط المستقيم يقول السراط المستقيم النور الواحد السبيل الواحد السبيل الواحد السراط الواحد السراط الواحد هو السراط المستقيم السراط المستقيم أهدنا الصراط المستقيم يا أمولانا الصراط المستقيم محمد وآل محمد أستخل لكم لك الرواية يقول ولكن وجه الله أنبياؤه وحججه الذين بهم يتوجه أو يتوجه إلى الله وإلى دينه ومعرفته ثم قال الإمام الرضا ثم قرأ هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربيك فإذن وجه الله حسب هذه الرواية وجه الله هم آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولهذا تجد الأديان كل الأديان بشرت بالنبي الأعظم وبأهل بيت النبي حتى عيسى بن مريم عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد حتى اسم علي بن أبي طالب أحد الأخوات الله يحفظها ويستر عليها إن شاء الله يوفقها لكل خير إن شاء الله أمس راسلتنا فسألت سؤال جدا أعجبني بصراحة يعني شهادة يعني شهادة حق زيان السؤال جدا كان راقي ومؤدب بشكل وبطريقة جميلة سألت هذا مولانا سألت أن اسم علي بن أبي طالب سلام الله عليه موجود في كثير يعني في الإنجيل اسمه إليا مثلا في الزبور برية مثلا لما تجي للصحف نجية تجي إلى القرآن عليا إذن اسم علي بن أبي طالب في القرآن في كثير أو في الكتب السماوية مذكور هل معناه أن علي بن أبي طالب كان في كل زمان بشخصيات أو بأشخاص تختلف يعني علي بن أبي طالب كان في زمن النبي اسمه كان علي أقو في زمن النبي عيسى واحد اسمه إليا إليا لهو ياهو الإمام علي عليه السلام يعني الإمام علي كان في كل زمان حاضر لو لا شنو المقصد من ذكر الاسم لا المقصد نعم علي بن أبي طالب بالشخصية وبالروح والنور كان موجود خلال الأزمنة لكن ما كان بالجسد والشخص إنما هذه اسمه إليا واسمه كذا مثلا نجية أو بريا أو أريا مثلا واسمه في القرآن عليا إنما هذه الأديان وهذه الكتب تبشر بمجيء وصي من الأوسياء وهو سيد الناس بعد رسول الله اسمه في الإنجيل وفي التوراة وفي الصحف وفي الزبور أريا نجية بريا مثلا إليا وفي القرآن اسمه علي الله سبحانه وفي اللحن وفي اللحن وفي اللحن وفي اللحن وفي اللحن كما بشرت بمجيء رسول الله بشرت بمجيء من؟ علي بن أبي طالب صلواته الله وسلامه عليه فهذه ذكره أسماء علي عليه السلام من باب التبشير لمجيء الإمام عليه 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 بس مذكور بلغتهم هذا الاسم مثلا فيقول للإمام علي عليه السلام إذا شفت في القرآن إليا أو في الإنجيل إليا أنا إليا إذا سمعت مثلا أو قرأت في الزبور بريا أنا بريا مثلا أريد يقول لك أنا هو اللي بشر بي بالمستقبل يأتي رجل اسمه بريا هو أنا بريا يجي إليا وأنا إليا إذن كل الكتب السماوية كل الأنبياء والأديان بشرت بمجيء علي بن أبي طالب وأولادي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه علي هذه العظمة تدل وهذه الإشارة تدل على عظمة آل البيت وعظمة علي بن أبي طالب وأولادي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه علي هذا اليوم هو من أعظم الأيام على آل البيت وعلى الحسين صلوات الله وسلامه علي أكو قضية سارت مثل اليوم أكو قضية سارت في دفن الأجساد لما حركت الضعن والسبايا طلعوهم وخذوهم تدرون بالطريق وهو يمشون ومخلئين الروس على رماح ومخلئين رأس الحسين أول السبايا ورأس العباس آخر السبايا سلام الله عليهم وهم ما أخذين الرأس الشريف في الصحراء يقول أكو هذا حامل الرأس الشريف أكو عبد لعمر ابن سعد يحمل الرأس يقول كنا نستضيء في الليلة الظلماء في الصحراء نستضيء بنور يخرج من رأس الحسين ومن وجه الحسين فينير لنا الطريق والصحراء يقول نشوف هذا النور من وجه الحسين عليه السلام يقول احنا ماشي بالطريق يقول بينما نحن في طريق الكوفة من طريق كربلاء إلى الكوفة يقول فركز الرمح الذي علي رأس الحسين وقف فيه أراد العبد أن يحرك الرأس الشريف كلما أراد أن يحرك رأس الحسين ما تحرك كلما سعى أراد أن يحرك رأس الحسين ما تحرك اجتمعت الرجال أرادوا أن يحركوا رأس الحسين ما تحرك أكثر توافدوا لكن ما تحرك رأس الحسين عليه السلام أجوا إلى عمر بن سعد أيها الأمير رأس الحسين ارتكز على الأرض ولم يتحرك وحاولنا أن نحرك رأس الشريف رأس الحسين عليه السلام ما تحرك قالوا أسألوا الإمام زين العابدين أسألوا الإمام أكثر من الأسرار هم يعرفون أهل البيت يعرفون عظمة أهل البيت وصلوا إلى الإمام السجاد يبنى رسول الله هذا الخبر يقول بك الإمام لا إرانيا بل يبكي الإمام تبكي يا ابن الزهرة قال لعل طفلا أو طفلة للحسين سقطت من الناق أكو طفل للحسين أو طفلة طائحة من الناق ولم ترجعوا إليها طفلة للحسين طائحة شوف هم ما يراعون أطفال الحسين بس الرأس الشريف على الرمح ويرعى يتاماء وأطفاله دوروا يمين شمالها لقوا مولانا طفلة للحسين طائحة اسمها رقية طائحة من الناقة تدري ناقة وعدوان وضروب وشتيم وكذا وذاب حين وهي صغيرة عمرها ثلث سنوات طائحة من الناقة فتاركينها مولانا ورايحين محركة ضعنية باشية راكضة وطفلة صغيرة لا تستطيع الركض على الصحراء مولاي والصحراء حارقة حارة فطائحة السيدة رقيها قل له لأين نجد أختك وان نلقاها سيدي قلهم انظروا إلى رأس والدي الحسين شوفوا وين يعاين وين الرأس متجئة إلى حيث ما اتجأ الرأس هناك أختها يقول نظروا إلى جئة الرأس شافوا جئة الرأس ينظر إلى جئة معينة يقول رجعة ورجعة 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 وإشافة ورقية نايمة على الرمال نايمة على الرمال مولانا طفلة صغيرة من شدة البكاء والألم والفراق نايمة على الرمال ها شلون قعدوها؟ عندك ابنية صغيرة لولا تقعدها تمسح على رأسها تشيلها بابا ابنيتي يا حبيبتي قعدي تطيها ما يسكن عليها هاي ابنية اليتيمة هاي حالها يقول رفسها أحدهم برجله في أضلاعها طيقهم أضلاعها يقول بس فكت عينها بس فكت عينها صاحت أبا حسين يا الظرب وولي أبا حسين يا الشتب وولي أنا يا والد والله الضيمة الضيمة أنا صير من صغرتي الثالي الثالي الآخر يا ناس الخمايا يفيع الأولاد وحريمه الله جاء برقيا هاركبها على ناقتها باكية تنظر يمين والشمال إلى أين تنظر إلى رأس الحسين إلى أبيها وإلى أخيها علي الأكبر نصح يتبوا ويشتموني نصح يتبوا ويشتموني ونصح الدخول يضربوني أنا يضربوني عذبكم يا أهلي عم العيون الله يقول أجت الحوراء زينبها أجت الحوراء زينب وضغمتها إلى صدرها مسعت على رأس رقي لكن السرط على متن رقيها هو على متن الحوراء زينب سلام الله عليها هذا الذي يعلم علم الحسين شنو اللي يعلم الحسين ضرب زينب شتم زينبها أنا ثلث ونات ثلث ونات ونحسي يا ناس يا ناس أو الله ونع على الولايات ونع على عبا على عباس أو بعد ون بكر أي شيء بالرأس على زينب الضاعة بأن نرجع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مننا لله وإنا إليه راجعون اللهم نسألك وندعوك شافي وعافي كل مريض يا الله أقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الفاتحة مع الصلوات موسيقى 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 موسيقى